السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبتي الغاليات نتمنى تكونوا بألف خير وانتم ما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم وان شاء الله هي تكون فيديو جديد نتمنى ما نبقاش نغبر بزاف لانني فعلا وليس كنحط فيديو في اعلى شحال لان روكم عارفين مع العطلة قطعت شحال من يعني دوز واحد المدة طوية لما كنش كنحط لي فيديو ف سفي عقز ديالي هوم وانا صعيب باش نرجع للروتين ديالي الطبيعي ونبقى نصور ونهز بإذن الله تعالى كل شي غادي يرجع بلاستو وغادي نعود نبان معكم مع صحباتي مدة أطوال ان شاء الله اذا هنا يا لبنات كيما كتشوفوا للتيم ديالي او للوصفة ديالي اليوم او المالكة ديالي اللي بغيت نقدم لكم وبغيتكم تستفدو منها هي شاورمة المنزلية اللي تضاهي شاورمة ديالتناكات يعني كان وعدكم ان هذي اللي قدرتوها بهذه الطريقة بالضبط غتحسو بحليلة طيب سوقها من زنقة وبحليلة يعني كتأكلوها من شيريستو وغادي تبهروا بها ولداتكم وعائلاتكم تبعوا معي لما راح يلبدو هنا عندي صدورة ديالتجاج وممكن استبدالهم بصدورة ديالتند ولكن من الأفضل الجاج صدورة ديالتجاج تتعليهم معطرية معلقة كبيرة من معطرية شاورمة تحمير الكامون الخرقم معطرية شاورمة معلقة كبيرة ايه كنت ذكرتها ومطار تهيئ معلقة كبيرة وشوية الزعتر اختياري شوية سلسلة الصوجة هي اختيارية الأهم العطرية العادية مع العطرية ديالتشاورمة مع شوية ديالتخل والمطارد هدوهما الأهم والأهم من ذلك كله هو اللبن كنزيد معه واحد نصف كاس او لكاس ديالتلبن او لا اذا ما كانتش عندكم كتديرو دانون مسوس يعني هدوهما المكونات اللي درس اهنا في هدو الوصفة هذي او من بعد كنحط واحد نصوصها ديال البصلة وكندخل فيهم هاد العود هاد يعني هاد القطيب هاد ديال الخشب او من بعد كنستف القطاع ديال الدجاج بهات الشكل اللي كتشوفو غدي نغلفهم بالبابي كويسو من بعد البابي اليمينيوم وغدي ندخلهم الفران يطيبو بشوية اليوم غدي نخليهم في الفران واحد الساعة ونصف قريبا هنا بالنسبة البطاعة مقلية باش ديكم بحال ديال براته هي غدي نديرها مقلية أنا نورمال ممكن نديرها في الفرانة لبنات كتجيز زوينة وغزالة بزر ولكن اليوم يعني اكل ديال سناكات كيما كان قولو فغدي نقليها نصف سلقة هنا يا درت البطاعة قطعتها شوية غليضة ما غليضة مرقيقة ومن بعد غدي نسلقها في الزيت غير نسلقة كيما غدي تشوفوا معايا ومن بعد غدي نحيدها نخليها تنشف ومني غدي نقرب غدي نعود نسلقها السلقة التانية نقليها عفوان كنقول نسلقها لا را كنقليها لبنات اذا هنتم كيما كتشوفوا غدي نخليها هكا تتقطر ومن بعد نعود نقليها تاني مرة باش تعطيني ديك القرمشة الرائعة من برا ومن بعد هدي هي الشوارما كيما شفتوا من بعد ما يعني طابت كتجي على هاد الشكل هادا كنخليها عليش كنت لكم كنغطيوها ومن بعد واحد الساعة كنعري عليها وكنخليها تتحمر من الفق وكنقطعها بهاد الشكل هادا كتجيها لبنات خطيرة بحل سياخ ديال الزيتنقة تيقوني اللي كلها عندي كيحمق على هاد الشوارما هادي هانا يرى هجاز عندي اختي للا اشارة فلولدة كيما عرفتوا عطلوا لنا القرايا وذك شي فجاز عندي اختي صغيرة باش تقبلهم لي الله يعطيها الخير اللي يجازيها كل الخير علينا اه ودرت لها هاد البلها هادا ديال الشوارما حيث كيعجبها بزاف من بعد من كنقطعو وكنقرضو بادي الشكل هادا كندخلو الفران بحلال فيه شي دام ولا شي حاجة يزيدين نشف وفي نفس الوقت البصيرة اللي كنت اعملت تحس كن خليها تهيه يعني ما كن خليها شدة وهنايا غادي نعود كما شفتو صافيطة بكل شي وغادي ندخل ديك الشاور موحد خمسة دقائق الفران لذلك سنقلي البطاطا للمرة التانية ودرت شلد العادية دي للروز درت مع الروز مسلوق مع الملحة ودرت المايونيز ودرت الطن ممكن تضيف الميز ديرو اللي بغيتو انا ما كانش عندي الميز فا يعني اه كتافيت بهذا المقادير هادو والاعام درت معه وغادي نوجد معكم واحد السلسة خاطيرة خطيرة يا البناز انا كنديرها سواء مع الدجاج مقلي سواء مع الشوارما مع قاع هاد المقليات ديال الدجاج كيجيو را كتجي هاد السلسة رايع معهم كندير واحد جوج معالقة كبار ديال العسل وكنضيف معالقة كبيرة او للكمية اللي بغيتو ديال المايونيز وكنضيف شوية ديال المطارد وكنحرك كل شي هاد الوصفة ديال البناز راها خطيرة بزف واكيد غادي تعجبكم من بعد كان فراش الخص ممكن ندير معه البصلة يعني المهم كان فراش الخص هو الوول كان نحطها فوق منه هذه الشوارما اللي دخلتها باش تشمع في الفران كيما كان قولوه وزيد شوية التحمر سوف يكون نقدمها بهذا الشكل هذا من بعد كيما قلتلكم كان دير معها شوية ديال المطايشة ما كان ديرها شطيب يعني كان قطعها رقيقة والبصلة يعني شوارما كتعرفوا كانت جي مع الكوغنيشون والمطايشة والبصلة درت الكوغنيشون من الفوق وهذيك الروز درت من فوق منه شوية ديال الشخ يدخي حتى هو اختياري ممكن تضيفوا الزيتون كحال ممكن تضيفوا اي حاجة اللي بغيتوها وهذيك البطاطا اللي قلناتها هي من جناب وها هو طبق عائلي يعني بواحد كما كان قولوه واحدة كلوفة اللي هي ما غلياش نهائيا وهذيك لاصوس من الفوق وكان حطها اللي بغي يزيد منها كي يزيد وكما غادي تشوفوه فانا حطيتو مع العيش ديال شوارما العيش صراحة مبقاش لي الوقت اللي انني كنت خدامة ما عنديش الوقت باش انني نعجنه ولكن رح كنعجنه في الدار سهل جدا دجا عندي واحد الفيديو دياله في القناة فضرتو غير هكا مشري وما نقولش لكم هذي شوار ما كنجي خطيرة 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 يا البناس نتمنى انكم تجربوها مع هذي السلسة خصوصا اللي فيها شوية ديال العسل والمطارد والمايونيز اكيد اكيد غادي تعجبكم بإذن الله تعالى جربوها وردو عليها بهذا الشكل هذا رح غادي تجي رائع بزاف وخنعي نشكر فيها ما غاديش نوم في حقها من بعدها لبنانت غادي نوجد معاكم واحد البانكيك سهل 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 وسريع غادي ندير غير ديال جوجباتات كما كنتشوفو هنا العشية فوجيت لهم البانكيك لانه صراحة متخدينج بكري كما قلت لكم فأنا كنت خدامة هذي شوار ما للملاسة ما ذكرت لكم واحد المسألة إلا بغيتو تجيها فتية اكتر من القياس على الأقل خليوها ترقد واحد الساعة أنا مثلا درتها باش ترقد في الصباح قبل ما نخرج للخدمة وخليتها مني جيت صفي ستفتها فهذا ودخلتها طيب ولكن إذا درتو ديال لداند فضرورة لبنانت ديروها ترقد ليلة كاملة صفي كان حرك هذي درت معا شوية ديال السكار على حسب الضوغ أنا درت غير الشيش معاكلة ثلاثة ديال السكار وكان ضيف واحد أربعة ديال كيسان ديال الحليب من فئات تقريبا مئة وربعين ميليليتر كان خلط كل شيء وكان ضيف الطحين بالنسبة للطحين طبيعة الحال كان ضيف الفانيلا إذا بغيتون هذي الفانيلا أو ممكن ديرو قشور لحام بقشور الليمون يعني اللي حبيته فممكن أنكم ضيفوه مع البيض مني كي يكون في الأول يعني كتخلطوه أو اللف الخريعي ماشي مشكل المرحلة اللي ضفتو فيها انكها ماشي مشكل بالنسبة للطحين فكان اضرب له بحال هكا عندي تقريبا هنا يا مئتين جرام ديال الطحين هو اللي درتو كان ضيف معه واحد الخمارة من وزن سبعة جرام وهنا يا ضفت جوج صشيات ديال الفانيلا اللي ضفتهم هنا غير باش انكها شوية جي يعني تجي قوية بالنسبة لي يا لبنات فصراح هذا الله ما كيعش منيش بزر في البانكيك قدرتو غير علاقة بالولادي واختي ولكن انا كنفضل الكريب بلست البانكيك ما عرفتش علاش وحتى الشكل دياله زعمه ما تيعجبنيش كي يجيني بحال هو ما مدقس ما تشي حاله ولكن مسألة أدواق حيث هم تقريبا نفس المقادير غير انا كيعجبني الكريب عليه يعني كنفضله على البانكيك سوف يكندرجو جمع القكبار ديال الزيت او لو ممكن دوبوا الزبدة وددروها وكنخلي وهي ارتاح واحد عشرين دقيقة وهو وعد كنبدو نطيبو كان طيبو احتقي بدو يتقبل شوية مش يتقبل مهم كان طيبو احتقي ينشف من من كان حسو به هناش من واحد الجهة وعاد كان قلبوه بالنسبة لطياب دياله فقط تكون العافية متوسطة ما تكونش مجهده باش ما يتحرقش وهو باقي من قسم الوسط لانه تكون شوية عريض على الكريب راكم عارفين وفي نفس الوقت باش يعني حتي لجهدنا العافية كم ما قلت لكم غادي تحرق لنا وإلى ما جهدناش العافية غادي بقى يسيح شوية بشوية هو ما طيبش صافي كما غادي تشوفوا معي غادي نصمر بها الطريقة حتى كنطيبو من جميع الجوانب وغادي نقدموه مع واحد البرياري ديالآتي بالنسبة اللي صوص غادي تشوفوا معي اللي صوص اللي غادي نقدم معه صراحة من بين المسائل اللي خلتني أنني انتعتل عليكم في اليوتيوب أنني كنت شوية مربجة مع وليدتي كما قلت لكم كنت عوالة على يعني عوالة للقرايا عوالة صافيت الخربق ليا البلان هو صراحة أصلا بقيت دراري كانوا غايدخلو امتى كانوا غايدخلو يعني كانوا غايدخلو وقالا لوتروة كانوا غايدخلو لوتروة في شهر تسعود وديجا واحد خمستاشر يوم قبل هاد لدات هادي أنا كنت بقيت امبان يعني كنت بديت الخدمة أنا والزوج ديالي فما كانش عندي كيفاش ندير كنت بديت أنا خدامة واحتاجارت صاحبتي اللي أستاذة وكالديباليني تهيه كانت مسكينة مريضة بكورونا الحمد لله راه دازت تشافات فما عنديش كيفاش ندير وما عنديش اللي اعتقني فكانت ختي أنها مضطرة جيت قبلهم ليديك خمستاشر يوم ولكن درت معي غير خمستاشر يوم وغادي يتمشي وغادي يخصني عاو تاني اللي يبقى معايا يعني على الأقلي والناس الدراري هو صراحة بديت كنخليهم بوحدهم ولكن ما كيرتاحوش كيبغيوا أنهم تبقى الوناسة في الدار وهذا والمهم جيت ختي باشت قبلهم لي وراها معايا اللي يعطيها الخير وسنشكرها من هاد المنبر له يا ولا ماما ولا بابا مني عارفوني بقيت أنطان قالوا راه وخامت قداش تجي نورمال مون ولكن راه غادي تجي وغادي تشد ليك الوليدات في غاية ما شكرا بزاف وله لا يختارين الوالدين والخوت هنا بالنسبة لهذا الصادصة البنات اللي غادي نقدم مع البانكيك فعندي خديت النوتيلة ضفت معها شوية ديال الزبدة زعمة باش نسيحها تكون سايحة ولكن لا أنصحكم عاد ما كتزيت تقال نوتيلة البنات ضيفه معها الحليب هي اللي كنت كنت ندير ديما ولكن قلت باللاتي عندي الزبدة هنا يجاد مدوبة نضيفه معها ولكن ما صدقتش نديمة كنت ندير معها الحليب وصافي زد الحليب هي اللي كتعطينا ديك اللمعة وكتخليلها الصوس يعني نوتيلة جيجارية باش نزينوا بها الكريب ولا البانكيك صافي غادي نقدم معها واحد ما بغيتش كله واحدة نسقيها اولا نزينها بشكلات باش ما يشيتش في نفس الوقت غادي ندير غير من هديك الفقانية هي اللي بالنسبة للنوتيلة هديك الفقانية هي اللي غادي ندير لها الشوكولات فقط واللي يبغى ديك السعر غادي ندي ويزيد الشوكولات من عنده بالنسبة لها ديك راه دهنت شوية ديال العسل والزبدة وقدمت معها شوية ديال كونفيتورت الفريز والخرادرت معها النوتيلة مع البانان صافي مع كويسة القهوة وآتاي هدي اغتي ايوا اه كنقول لكم شكرا على المتابعة ونخليكم الى فيديو قادم ان شاء الله غادي نحاول منبقاش نغبر وغادي نحاول نرجع لكم الروتينات ان شاء الله والحماس طهلا وفروسكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة